كانش عارف يتعامل حمدي برضو من لعبة اللعيبة اللي هو نيرفز يعني 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 لو مش عاجبه حاجة ممكن يعني مشكلة يعني فهم قاضي يعني مش هادي او مثلا ممكن يبانع لينه هادي لكن في الحاجات اللي مع انه مؤدب جدا مؤدب جدا مؤدب جدا لكن في الحاجات اللي مع كوتش مثلا او مع مدارب او لعيب معها بيبقى عصب زيادة عن اللزوم فطبعا حتة الاحتراب بتاعه دي ما كملتش بعد كده رجع تقريبا عن اللزمالك صح؟ عرض الربطه في زيادة او رجع عن اللزمالك بس هو من لوعية العيب برضو اللي هو عنده سوق حظ كبير جدا يعني يعني لعب حوالي اربع نهايات او خمس نهايات كلهم خسرهم فهو كلعيب لا لعيب كواس جدا ويعني في ناس كده بيعندها سوق حظ بشكل كبير ممكن تأثر على موجود لاتي موجود في بيرامات زيادة؟ موجود لعمل اكيلس من فترة او رجع وموجود دلوقتي بس تقريبا استغنى عنه تقريبا او حاجة لان انا سمع كنت سمع ان هو عايز روح في خبرة جمعا ان هما في تأمل استجناء عن حمودي انا اخد شايف ان هو بيتمر انا معرفش لا تقريبا لا او حتى او اول امبارح في المباراة بتاعت بيرامات زيادة مكنش موجود هلعرض عليكم في اسموحة؟ حتة تعقودات دي ميش دعا بيها خلص يعني مش بالعب اسمه يعني ترح على الجهاز الفني او ابن سموحة يعني او ابن سموحة لكن صعب لا او تعريبا اتعرض بس الموضوع كان صعب شوي مفيش ترحيب ان هو يرجع مرة تانية تعريبا يعني طبعا طبعا احمودي طبعا بلعيب كويس وان ما اتمنى له التوفيق نفسي ان هو يرجع تانية زي ما انت بتقول واحد من اللعيب اللي كان عندهم يعني فرصة اللي عايي جدا ان هو يلعب وهو مؤدب جدا يعني حتى حتة اللي انت بتكلم عليها مشاكل اللي او او انا بدربه حتى لما كنت مسلا يقعد احتياطي او برا القايمة كان يجي اه يقعد معايا كابتن ليه كذا بتكلم بكل ادب ومكلم بكل احترام وعلى فكرة عنده ميزة ان هو بروفيشنال يعني حتى لو هو زعلان ان هو ما بيلعبش ويتمرن كويس ده اولا حيان في جيف معهده ويتمرن كويس وده مهم يعني طبعا يعني هو بيفصل ما بين الحاجتين طبعا كل التوفيق لحمودي عايز اغدك لشكل الدوري في الموسم الجديد وانت النهاردة شغال مدرب مع الكابتن احمد سامي اول حاجة عايزك تقول لي ايه اللي انت تعلمته من الكابتن احمد سامي ده حاجة كتير جدا يعني بريب الزبط داخل في سنة مع الكابتن احمد شخصية هادية جدا شخصية عقلة جدا تعلمت منه حاجات كتير في الملعب وبرا الملعب تعلمت في الملعب ان انت لازم بقليك سيستم كابتن احمد بتشتغل به بليك شكل بتشتغل به الحمد لله السنة اللي فاتت ادرنا ان احنا نقدم شكل كويس جدا مع نادي سموحة وقدرنا ان احنا ناخد بناط من فرقة كبيرة زي النادي الاهلي وزي بيراميز كسبنا بيراميز ثلاثة وتعدلنا معهم في اسكندرية احنا متعدلين حوالي 12 او 13 او 14 مرش تقريبا لو كنا كسبنا منهم 20 او 3 مرشات كان زمنا بالنفس على الدوري فتقريبا كنا تاني او 3 اضعف خط ضهر ما دخلش فينا جوال كتير في 10 ضربات جزائر تاني اقوى خط ضهر اقوى خط ضهر وبرضو في نفس الوقت كنا تالت اخر الاسباية الاخيرة كنا برضو تالت او تاني اقوى خط هجوم فدي حاجة تتحسب له برضو لكابتن احمد ان انت بفي توازن ما بين خط الضهر وبين الهجوم ان انت قادر ان انت ميخش في جواله وفي نفس الوقت بجيب اهداف كتير جدا ادر ان هو يعمل فرقة ما كانش حد بيسمع كان فيه لعيبة عندنا ما كانش حد بيسمع عنها ادر ان هو يفوق مصطفى فتحي جابه من نادي الزمالك حاجة حساب له طبعا شكل كبير جدا مصطفى بقاله في سنتين ما كانش بيلعب مصطفى جيه جابه 14 هدف راح منتخب مصر رجع لليل الزمالك تاني جلو بيراميز جلو مشعارك يعني يقدر ان هو يفوقه تاني طبعا عمل اهدك تعطيت مصطفى معلش هوقف عنده ايه انتو عملته مع مصطفى فتحي وكابتن احمد تشتغل عليه عشان يقدر ان هو يطور مصطفى لان ان مصطفى اتطور كتير في جوة الملعب معاكو النفسية كابتن احمد قدر يشتغل مع مصطفى على حتة النفسية شوية هو مصطفى من اللعب برضو المزجنج شوية ان انت لازم تعامله بشكل كويس عشان يقدر اديك في الملعب كابتن احمد تشغل الحتة دي بشكل كويس اول ما جابه اقعد معاه يعني انا فاكر انه جابه اليوم ده وقعد الشرح له الصبورة السيسم اللي كابتن احمد بيشتغل به قال له انا اشتغل كذا وتحركاتك هتبقى كذا من اول يوم وتحركاتك هتبقى كذا واسمع مني وهتروح متخب مصروف فعلا فعلا مصطفى سمع الكلام بدأ يشتغل بشكل كويس في التمرين مصطفى برضو من الناس اللي عندها الحتة الاحترافية دي بشكل كبير جدا مؤدب جدا جدا يسمع لهش صوت خالص بيجي التمرين ويمشي بيشتغل نجمل فريق وفي نفس الوقت كان برضو اللعبة حواليه مكانش بيحس الناس ان هو اعلى منهم في اي حاجة قدر ان هو يعني يطلع كل حاجة عنده او احسن حاجة اوخدها من مصطفى طب وهو الملعب يعني غير العامل النفسي طبعا انا اعرف طبعا النقطة بتاعتنا نحن النفسية دي ان مصطفى وده اللي انا بقوله ان هو لازم في الزمالك يحسون ان هو مهم ده اللي كان مفتقده في نات الزمالك بالضبط ولازم يحسون ان هو جزء من البلان كارتلون لازم يوصل له دي ان هو مصطفى الاعيب كبير لك انا انا شايف ان فيه التطور برضو حصل هاني في الملعب لان مصطفى ما كانش بيعرف ايه لعمنا عشرة مسا وما كانش بيجري في ضهر الدفنس كتير مصطفى كان عطوله عايز يستلم الكرة في رجله يروح واحد على واحد طبعا وده الحتة مميزة فيه صدر لاحست مع كابتن احمد سامي ان هو ابتدى يخش العمق الملعب ابتدى يجري في ضهر الدفنس كويس جدا حتى الجون اللي جابه له وعمله تشيب ده كانش بيعملها كتير هو طبيعة لعبه ان هو عطوله عايز يستلم الكرة في رجله ازاي 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 قدرتوا ان انتو تشتغلوا عداف الملعب في التمرين ما هو ده اللي انا اقول لك ان كابتن احمد اول ما جايبه كابتن احمد قال له هتشتغل كذا 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 تحركاتك هتبقى كذا 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 وهو اشتغل عليها بشكل كويس وقدر ان هو يعني مصطفى تريما كانش مصطفى تريما جايب في حياتي كلها حوالي 13 هدف او 12 هدف تريما انا قريت حاجة معرفش ممكن تكون صحة او غلط لكن هو معانا جاب 14 جولف في 6 شهور فده حاجة خرافية حاجة مش طبيعية خالص زي ما قلت له كابتن احمد هو كابتن احمد قال له هتتحرك هنا هتخش من هنا ده شغلنا حتة استلام في كل انت كلمت فيها حتة استلام في الرجلي دي مش عندي خالص كابتن احمد لغيها حتة ان الوينجي يبقى وايف على الخط واستلامه الكرة ويقدر يعمل كده ويرقص والكلام ده مش الكلام ده خالص كابتن احمد يطلب من الاتنين الجناحين انهم دايما يدخلوا على عمق الملعب يفضلوا الناس البكين او الناس اللي في نص الملعب فده شغل طبعا كابتن احمد شغال عليه بسيستم طول السنة من اول يوم لحد ما بنخلصنا السيزون هو هو نفس الشغل يعني كابتن احمد دي حاجة الوحيدة يعني مش حاجة الوحيدة الحاجة من الحاجات اللي عجباني فيه ان هو ماشي بسيستم ماشي بسيستم معينة ما بيغيروش كتير الا في اوقات معينة في بعض المباريات طب انت فراج مصطفى فاتحي المفروض في الزمالك بعد رجوعه يلعب نمر عشرة او يلعب وينج رايت الاثنين بيعرف يلعب عشرة كويسة لان مصطفى ملعب كورة مصطفى عنده حتة الترناد دي هيلة هيلة حتة بصير بيعرف يعنيه كويسة شايف الملعب كله بيعرف يجيب جول فانا شايف الحتة الجزء الامامي ده على فكرة كنا بنلعب وشارل استراكرا في اوقات كتير جدا من المطشاط مصطفى فاتحي سجل ستة واربعين جول في مسارته منهم سبعتاشر هدف مع اسموح سبعتاشر هدف سبعتاشر هدف يعني تلت الاهدف اللي جابت بالزبط فبرده يعني رحب كبير جدا طبعا طبعا قف ست شور بس فدي حاجة كبيرة جدا بالنسبة للمصطفى طب عايز اتكلمك على حسام حاسم اول حاجة ازاي قدرتوا تتعاملوا مع راحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة